باليوم ربطاً بهذا الكلام والهذا الخوف من بالفور الجديد يعني اليوم لما بتشوف دونالد ترامب وقف عم يطلع عم بيقلك عم بيخبرك أنه أنا نظرت إلى الخريطة وقيد إسرائيل كتير صغير عليا يعني يمكن يعني أنه لازم تتوسع أكتر هذا كلام كمان في وجهين في وجهين الوجه الأول أنه دونالد ترامب شخص عفوي جداً وبيخلط الحقيقة بالنكتة وبيخلط الواقع بالخيال سيدة رئيس أمريكا ما عم يقول لك وحتى هو رئيس أمريكا بشكل دايم وبالتالي ممكن إذا بدنا نخدع على حسن النية أنه عم بيتغازل بإسرائيل وبأول رئيس يطلق يطلق إسرائيل الكبرى اللي هي صراع وجوده لا بالمزح ولا بالجد الوجه الأسوأ أنه يكون عم بيمر الرسالة ويقول أنه صح أنا بدي وقف الحروب بس كيف بدي وقف الحروب وعلى أي قاعدة بالضبط هل يترى على قاعدة هزيمة كل من هو خصم وعدوه لإسرائيل لتمدد إسرائيل لأنه اليوم يا سيد سامر نحن اللي شفناه بعضنا عايشين بكابوس وما عم نصدق شو عم بيصير ما عم نصدق أنه اللي عم بيعمله العدو الإسرائيلي هو غير مسبوق على مستوى العالم بالقدرة على التدمير والإبادات الجماعية مش مستغرب هيدا الشي من إسرائيل لأن الكيين الصهيوني من وقت ما تأسس هذه طبيعة تصرفه البشرية اللا بشرية عفوا هو يتصرف بلا بشرية مع محيطه ولكن الأسوأ واللي خوفنا واللي ببرهلنا أنه يمكن نروح على نظام عالمي جديد هجين هو موقف العالم المتفرج على ما يحصل في لبنان وفي فلسطين والأسوأ هو موقف جامعة الدول العربية وموقف معظم الدول العربية تجاه ما يحصل في فلسطين ولبنان هل يا ترى حضرتك ست سمر وإنت أعلمية مخضرمة وقديمة وبتعرفة يعني مرأتي على المفاصل هل بتصدق أنه ما في دولة عربية جرأت على طرد سفير إسرائيلي اللي عندهم سفرات إسرائيلية وما في دول عربية قررت أنه توقف أو تضرب عملية سلام أو عملية تطبيع مع احترامنا الشديد ومملكة العربية السعودية أعلنت لا مملكة العربية السعودية ما عمد علاقة مع إسرائيل لا تقطع كانت على طريق التطبيع أعلن ولي العهد أنه كل هذا الأمر والحديث عن التطبيع وكل المباحثات واللقاءات والمفاوضات بتوقف إلى حين هلأ ربط أكتر إلى أن يتم قيام دولة فلسطينية وهذا الشيء قاله الملك فيصل بوقتا ويحيى ويحيى الولي العهد السعودي على هذا أنا عتبة على الدول اللي عندها علاقات يعني مين؟ يعني مصر الأردن كلهم مصر الأردن أي دولة عندها علاقة مع إسرائيل يعني أنا بالنسبة لإلي كمواطن عربي بنفس مقاوم مؤمن بالقومية العربية اللي أصبحت زائلة وطلعت كذبة كبيرة بالنسبة لإلنا اللي شفناه لازم يصير فيه توحيد سلاح عربي ضد إسرائيل اللي اشتركوا في القناة اللي اشتركوا في القناة المترجم للقناة